اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة امر ضروري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في كل سياق اعتمدت جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة في عام 2015 اهداف التنمية المستدامة باعتبارها دعوة عالمية للعمل على انهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030 اشتركوا في القناة هناك عشرون مؤشرا عالميا رئيسيا بالاضافة الى مؤشرات فرعية اخرى تعمل على تتبع وقياس مدى التقدم الذي تحرزه الكويت بالمقارنة مع الدول الاخرى وتصنيف ترتيب الدول على المؤشر العالمي على مقياس من 100 درجة وتهدف دولة الكويت الى رفع ترتيبها ضمن الثلاثين الاعلى بين الدول بحلول عام 2035 اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة امر ضروري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في كل سياق لا يوجد نبات اثار حيرة القدماء والمعاصرين مثل نبات القرم مونكيرف فقد تفرد بالحياة على شواطئ البحار المالحة واختلفت الاراء في اصله وتنافست المجتمعات الساحلية والدول الاستعمارية على حصاده والبحث في تاريخ القرم يستدعي منا ان نتابع التاريخ الجيولوجي لبيئته والجغرافيا القديمة للبحار والمحيطات والتغيرات التي حدثت في اسلاف القرم عبر الزمن حتى نصل الى علاقة الانسان به منذ القرون الاولى لوجوده على الارض وحتى الان طبعا اشجار القرم او اللي يسمونه المنقروف تعتبر بالنسبة لنا من اهم الاشجار اللي تساهم في حماية البيئة البحرية وتحميلنا الشواطئ من التفكك وتحميلنا المخلوقات اللي تقريبا يعني تعتبر بالعشرات منواع الاسماك الى قشريات الى ربيان تستوطنها الطيور فتعتبر منظومة بيئية متكاملة مهمة جدا والأسف الكثير ما يدرك اهميتها فيعني نشوف مثل انها قربت الى الانقراضة وغابت عن كثير من المناطق في الكويت علما بان اغلب دول العالم تحرص عليها وتطلق العديد من برامج لزرعتها وحمايتها اشجار القرم هي اشجار معمرة ملحية اي تتحمل درجات ملوحة عالية وتستوطن المناطق الاستوائية والشبه الاستوائية هي اشجار جدا فريدة تكون او تعيش في مناطق المد والجزر او في الصبخات لها ميزات عديدة في مجال المحافظة على البيئة واستدامة المنظومة البيئية تنتمي اشجار المنغورف الى فصيلة حاملات الجذور وتنمو هذه الاشجار في الغابات الكثيفة او الغابات التي تمتد على طول مصبات المد والجزر اضافة الى انها تنمو في المستنقعات المالحة والسواحل المالحة تمتاز بجذورها القوية والداعمة والمكشوفة عن الارض اضافة للجذور المتواجدة اسفل التراب طبعا اشجار المنغورف فيها عدة فوائد اولا هي تحمي الحياة البحرية الصغيرة يعني تعتبر كملجأ للأسماك الصغيرة تحتمي فيها من الأسماك الكبيرة طبعا بالنسبة لنبات القرم او اشجار القرم وتواجدها في دولة الكويت هي بالأصل لم تكن موجودة وقام المأهد بإدخالها في السواحل الطينية اللي تم اختيارها مبدئيا تم اختيار عدد من المواقع في مناطق معينة بعد ما درسنا المواصفات الفيزياء والكيميائية لهذه التربة الطينية فتم اختيار مناطق اللي هي صليبخات والدوحة والصبية وموقعنا في الشويخ حاليا نبات القرم من بعد ثلاثين سنة من أول ما قام معه الكويت للأبحاث العلمية بإدخالها في دولة الكويت حاليا لا يوجد يعني هذه المواقع غير موجود فيها نبات القرم يعني لم فقدنا أشجار من هذه المواقع حاليا موجودة فقط في ساحل الصليبخات الطيني وساحل الشويخ شجرة المانغورف هي ذات جمال فريد يميزها عن باقي الأشجار تبدو للوهلة الأولى من بعيد كشجرة خضراء عادية لكننا عندما ندنو منها تفاجئون بجذورها المتشعبة كأرجل العنكبوت وما يفاجئون أكثر هو أن هذه الجذور تغور فيها مياه البحر المالحة فهي بذلك تنمو في بيئة يصعب على غيرها من النباتات أن تنمو فيها فالملوحة الشديدة وتغير مستوى الماء في حركة المد والجزر المتواصلة والعواصف القوية التي تهب على السواحل تترك بصمة على تركيبة هذه الشجرة والغابات التي تضمها نفس ما نعرف أشجار القرم هي نباتات ساحلية تنمو في بيئة ذات تربة رملية طينية وهي تعتبر نظام بيئي متكامل يساعد في تكاثر القشريات والكائنات البحرية كذلك هي تعتبر ملجأ للطيور أشجار القرم تنمو في منطقة المد والجزر وما تحتاج أي عناية زراعية هي من النباتات التي تتأقلم مع الظروف البيئية التي موجودة فيها الإسم العلمي للمانغورف هو أفاسينا مارين أما الإسم الشائع فهو مركب من كلمتين الأولى برتغالية منغو وتعني الشجرة والثانية إنجليزية غورف وتعني منبة الأشجار تنمو غابات المانغورف في مناطق عديدة حول العالم وتضم اندونيسيا وأستراليا كما يوجد في بنغلاديش أكبر غابة للمانغورفي في العالم وتعرف باسم غابات ساندربانز أشجار القرم المتواجدة حاليا في دولة الكويت هو نوع واحد هو النوع اللي استمر تم إدخال أنواع أخرى ولكن فقدناها بعد الزراعة يعني كانت الزراعة ناجحة ولكن بعد الزراعة خلال السنوات لم تتحمل ظروف معينة فلم تثبت نجاحها لذلك عندما وجدنا أن النوع الرمادي أو الأفاسينا مارينة هو النوع الأصلح لدولة الكويت قمنا بإدخالها في مناطق أخرى لأن تقريباً قمنا بعمل دراسات لأكثر من النوع وهذا النوع هو اللي يثبت نجاحها من بين أكثر من ثمانين نوعاً من أشجار المانغورفي في العالم فإن الوطن العربي تحديداً تحتضن أربع أنواع منها تتوزع ما بين ساحل البحر الأحمر الغربي مصر والسودان نحن نعرف أن نباتات القرم له أنواع معينة لكن النوع السائد في الخليج العربي أو منطقة الخليج العربي هو نوع أفاسينا مارينة وهو اللي كان موجود في دولة الكويت وحالياً موجود في دول الخليج فيه أنواع ثانية طبعاً على حسب الظروف البيئية والمناخية للنبات تختلف الأنواع لكن النوع اللي غالباً سائد في منطقة الخليج العربي هو نوع الأفاسينا مارينة وهي البذور اللي قع يتم استيرادها وزراعتها في دولة الكويت بعض الدول عندها أنواع ثانية نظراً لظروفها البيئية لكن في دولة الكويت نستخدم لأنه يتم استزراع نوع أفاسينا مارينة تنمو أشجار المنغورف في المناطق الاستوائية المدارية وشبه الاستوائية وتحديداً في البيئات الساحلية المالحة أو قليلة الملوحة وقليلة التعرض نسبياً للأمواج العنيفة كالخلجان الصغيرة المنتهية إلى السواحل كونها تساعد في كسر قوة الأمواج المدمرة للنباتات الصغيرة والبحيرات ومصبات الأنهار أو المناطق الضحلة في الجزر القريبة من السواحل وتزرع عند الحدود الفاصلة ما بين البحر واليابسة وتحتاج مستنقعات مائية غنية بالمواد العضوية لتنمو بشكل صحي إذ يمكنها العيش كذلك في الرمال الخشنة قليلة المسام ولا يضرها أن تكون هذه الرمال مكسوة بالطين كما أنها تنمو من غير المشاكل في بعض المناطق التي يقل تركيز الملوحة فيها يعني ذكرت حسب ما ذكرت في الجنوب والشمال لكن شهدت في الآن مثل محمية الصبية جهة البحر موجودة في مطق المحمية كانت موجودة في بعض الجزر ذكرت في جهة الشعيبة أو بحر الزور كانت موجودة لكن الآن للأسف مثل ما قلنا في الأماكن اللي ما هي محمية ما راح تحصلها موجودة الآن أيضا في محمية الجهرة وشاركنا مع الأخوة مشكورين في هيئة البيئة في زراعة بعضها أيضا الأخوان في معهد الأبحاث زارعين كمية جهة الشويخ لكن لا زالت كميات ما هي على قدر الطموح المنغورف شجرة دائمة الخضرة يتراوح طولها ما بين ثلاثة وخمسة أمتار وفي بعض الحالات يصل طولها إلى عشرين مترا أوراقها رقيقة متقابلة الشكل هودوجية أو سميكة خضراء اللون مدهمة متصلبة الشكل وللنبتة قدرة على تحمل درجات الحرارة والرطوبة العالية ودورات المد والجزر وحين تزهر فإن لأزهارها لونا برتقاليا زاهيا أو أصفرا محمرا رائحته مميزة جدا وأما ثمارها فإما قلبية الشكل أو مخروطية ويلاحظ أن هناك العديد من الأشجار التي تنمو تحت تأثير الظروف نفسها وتشبه في شكلها شجرة المنغورف وتسمى خطأا بذلك ولكن التشابه الفيسيولوجي لا يعني أنهما تنتميان للجنس نفسه نبات القرم أو أشجار القرم لها أنواع كثيرة ومسعددة ما يقارب 70 نوع في العالم أشهرها هو الأفاسينا مارينا أو النوع الرصاصي أو الرمادي اللي هو متواجد حاليا يغلب عليه في دولة الكويت هو النوع الناجح في دولة الكويت ويتميز أن أشكالهم تختلف وعشان هذا يعني العلماء أو الباحثين يقدمون يفرقون بين هذه الأنواع يعني مثلا النوع الرمادي اللي عندنا حاليا يكون عنده أخصان كثيفة ويعني شكله كثيف الأوراق بينما الأنواع الأخرى يعني يختلف أشكالها وممكن طولة يصل إلى 2 متر نفس عندنا في شاطئ السلايبيخات أو سواحل السلايبيخات تقريبا طولة واصل إلى مترين نتيجة يعني عقب تقريبا ما يقارب أكثر من 22 سنة يعني هذه الشتلات تنمو ويرتفع طولها تتميز شجيرات المانغورف بأنها تنمو كمجموعة صغيرة ممتدة من الغابات الصغيرة تشبه في شكلها شجرة كبيرة متشابكة ويمكن العثور على هذه الغابات في البيئات الساحرية حيث الرواسب الدقيقة النعمة ذات المحتوى العضوي والمتشكلة في المناطق المحمية من حركة الأمواج وديناميكية المد والجزر بحيث تترسب من دون أن تنجرف بعيدا هذا الحمد لله رب العالمين عندنا الحمد لله موجودة يعني قدرنا نعيد توطينها بالكويت طبعا هو سبحان الله أي شجرة نبس المانغورف أي شجرة تمتص ثاني كسيدر كربون وخاصة المانغورف شوف أوراقها هذا كله يمتص ثاني كسيدر كربون مما يساعد على تنظيف الجو لا الكويت ما فيها محميات مانغورف بعد النية موجودة يعني إن شاء الله راح تصير في محمية الجهرة تتطور وتصير بهذا العدد هذا إن شاء الله النية موجودة بإذن الله تعالى الفوائد للأشجار وبصورة عامة كبيرة والمنقروف بصورة خاصة الآن أول شيء هو يحافظ على شواطئنا وتربتها من التفكك والانديثار الأمر الآخر مثل ما قلونا يعتبر منظومة بيئية متكاملة استوطنها أنواع من السمك من القشريات الربيان أنواع من الطيور أنواع من الزواحف وعدم إن شاء الله أنه منتج كبير للأكسجين الصورة الجمالية اللون الأخضر تشجيع الناس على حماية البيئة والاهتمام فيها فهم مثل ما قلنا هو منظومة بيئية متكاملة في حال غابة هذه الشجرة تفقد كل ما كان موجود داخلها بالإضافة إلى تفكك تربتك وتدمير شواطئك والأثار السلبيلة قاعدة نشوفها حاليا للأسف في بعض مناطقنا هناك ثلاثة أنواع من المانغورف وهي المانغورف الأحمر والمنغورف الأبيض وأخيرا المانغورف الأسود ويسهل التمييز بين هذه الأنواع لوجود اختلافات بينها فبعض أصناف المانغورف هي أكثر مقاومة للأملاح من الأصناف الأخرى كما أن كل صنف يتميز بآلية خاصة تمكنه من التخلص من الأملاح الزائدة كانوا الأوليين أول يستخدمونها كحطب للوقود والإبل والإبل التي تعيش على الشواطئ أيضا ترعى فيها أيضا مفيدة حق الإنسان يعني مثل ما سولفنا حنا اليوم أن الأشجار تعتبر منظومة وحدة إذا كان فيه خلاف فممكن يختلف مثلا إذا كانت على مثل الكويت والله على الجون أو على خليج أو على محيط أو على بحار مفتوحة لكن بالنهاية هي متقاربة وهي أنواع تؤدي نفس الدور وتخدم نفس الطبيعة لأشجار المانغورف جذورا هوائية متوسطة الطول تنمو من السوق الرزمية المغمورة بالماء تحت سطح الأرض إلى ما فوق سطح الماء فحاجة أشجار المانغورف إلى بيئة بحرية مالحة قليلة الأكسوجين لتنمو ويوجد لديها هذه الجذور التنفسية الهوائية النامية من أسفل إلى أعلى بعكس ما هو متعارف عليه لتنمو جذور النباتات الأخرى وظهور هذه الجذور فوق سطح الماء هدفه أن تتمكن من توفير الأكسوجين اللازم للعمليات الحيوية الكافية بعض الأنواع تنمو جذورها على فروع النبات وتتدلى في الهواء وعن طريق خاصية الجذور المتحورة تتمكن هذه النباتات من العيش في الرمال الخشنة قليلة المسام المكسوة بالطين والتصاق هذه الجذور بالطين يساعد على تهدئة التيارات المائية المتدفقة مما يوفر بيئة أنسب لتنمو النباتات وتتكاثر ومن المواصفات التي ينفرد فيها نبات القرم هو وجود هذا النوع من الجذور الهوائية نفس ما أشوفه هنا وهو نوع من أنواع التكيف لهذا النبات لأنه يكون متواجد في سواحل طينية أو تربة طينية عديمة الأكسوجين فعنده نوعين من الجذور الجذور التي تحت سطح التربة وهو نوع كثيف ومتشابك والنوع الآخر وهو هذه الجذور الهوائية حتى تمكن النبات من التنفس واقتناص الأكسوجين من الجو أول شيء قلنا هي ركن أساسي لتثبيت التربة اليوم باستخدام المعدات والتوسع العمراني وجود المركبات والسيارات وجود الزوار الشواطئ هذا كله يعتبر ضغط على الشواطئ وعلى البحر فيها الشجرة هذه تعتبر منظومة تحمية هذه المناطق التي توجد فيها بالإضافة لحمايتها إلى الطيور التي تعشش فيها وبعض الأسماك وبعض الزواحف والقشريات فهي تعتبر مزود لك بالأكسوجين حماية للتربة من التفكك وحماية لهذه المخلوقات بتكوين بيئة لهم حاضنة للعيش والتكاثر فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة